السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله قال الله عنه ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الايمان قال إذا سربت حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن قال يا رسول الله فما الاسم قال إذا حاك في نفسك شيء فدعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أياما يرفع فيها العلم ويبتر فيها الهرج قالوا يا رسول الله ما الهرج قال القتل عن عشرة الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتفاق والصلاة قال هو اختلاث يخترسه سيطانهم صلاة الرجل عن جميل ابن عبد الله رجال الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف فسرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتضرون ما خيرني رب الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمك الجنة وبين الشفاعة فاخفرت الشفاعة قلنا يا رسول الله أتضر الله أن يجعلنا من أهلها قال هي لكل مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلنا من الناس قال يا رسول الله من هم؟ قال قالوا بلى قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة الحالقة أي القافعة والمنهية التي تأتي على كل شيء وتحلقه وتقطعهم جذوره سواء من أمور الدين أو الدنيا لأنها تؤدي للتشاحل بين الناس والتهاجر وربما اتقاتل على إشرج الله عنها يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو قال تقولي اللهم إنك عفون تحب العفو فاحف عني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن كلا من يا رسول الله قال الذي لا يؤمن جاؤه بوائقه قالوا يا رسول الله وما بوائقه قال شرب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كون الغرباء كيرا من الغرباء يا رسول الله قال ناس صالحون قليل في ناس سواء في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم على رسول الله رجل الله عنهما كنتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل قال أحاسنهم أخلقا قال فأي المؤمنين أكس قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم الجنة بعده استعدادا أولئك الأكياس الكيس العقل الخطمة ويبقوا الآخر في حلقة القادمة إن شاء الله ونتنسونا من فارح الدور اشتركوا في القناة